نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي ألقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي كلمة خلال الجلسة رفيعة المستوى الثانية تحت عنوان التحول الصناعي وتحديث الزراعة والتنمية القدراء ذلك ضمن فعاليات قمت منتدى التعاون الصيني الأفريقي بالعاصمة الصينية بكينة وأكد رئيس الوزراء أن اجتماع اليومية في سياق عالمي يموم بالأزمات والتحديات ما يحتم تبني توجه مختلف أكثر عدلة وأكثر إنصافة فخامة السادة رؤساء دول وحكومات الدول الأفريقية أود في البداية أن أتوجه بالشكر إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة وفخامة الرئيس شي جينج بين على حفاوة الاستقبال وكرم الديافة للمنتدى التاسع للتعاون بين الصين وأفريقيا كما أتقدم بالتهنئة لجمهورية الصين الشعبية بمناسبة قرب حلول العيد الوطني الخامس والسبعين لقد كانت مصر أول دولة عربية أفريقية تعترف بجمهورية الصين الشعبية وتقيم علاقات دبلوماسية معها منذ عام 1956 وهو ما كان بمثابة انطلاقة لما يتجاوز نصف قرن من علاقات وثيقة مع دولة صديقة تتشارك معنا ومع أفريقيا وشعوب العالم النامي في تطلعاتها لتحقيق التنمية والإزدهار والسلام السيدات والسادة نجتمع اليوم في سياق عالمي يموج بالأزمات والتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية على كافة الأصعيدة وهو ما يحتم تبني توجه مختلف أكثر عدالة وأكثر إنصافا يراعي التحولات الدولية والاحتياجات التنموية المتزايدة لدول الجنوب وعلى الأخص القرى الإفريقية في إطار من تجديد الالتزام الدولي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وعلى رأسها مكافحة الفقر والبوع وإعادة أجندة 2030 إلى صدارة أولويات العمل الدولي مع تحقيق التنصيق والترابط والتكامل بينها وبين أولويات أجندة أفريقيا 2063 والتي تم تتشين خطتها العشرية الثانية فيما يعرف بعقد تسريع وطيرة التنمية الأفريقية إن قارتنا الأفريقية تتمتع بأفاق رحبة للتنمية فهي تمتلك أكبر معدلات للنمو السكاني في العالم حيث تجاوز عدد السكان هذا العام مليار ونصف نسمة ولذلك فهي سوق ضخمة توفر فرصاً واعدة للتجارة والاستثمار لا سيما بعد توكيع اتفاقية التجارة الحرة القرية ودخولها حيث التنفيذ وهو الإنجاز الضخم الذي تحقق خلال الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي عام 2019 كما أن الشعوب الأفريقية شعوب شابة مما يفرض علينا كحكومات العمل الدقوب لكي توجه جهود هؤلاء الملايين من الشباب في سبيل بناء أوطانهم ومن هذا المنطلق سعد مصر بحكم رئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لللجنة التوجيهية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية النيبات الزراع التنفيذ التنموي للاتحاد الأفريقي إلى توظيف فضرة رئاستها لتسريع وقتيرة تنفيذ الأهداف التنموية للاتحاد الأفريقي المتضمنة في أجندة 2063 والعمل مع الأشقاء والشركاء على التغلب على المعوقات الكبيرة التي تعطل تنفيذها وعلى رأسها حشد التمويل للمشهوعات الأفريقية الرائدة مثل سد إنجا وممر التنمية الرابط بين البحر المتوسط وبحيرة فيكتوريا والطريق البري القاهرة كيبتون فضلا عن استكمال شبكة الربط الكهربائي بين مختلف أنحاء القارة إيمانا بمحورية مثل هذه المشهوعات في دفع جهود التكامل الاقتصادي والاندماج القارة السيدات والسادة إن تحقيق الآمل المشروعة للشعوب الأفريقية في النمو والتنمية والإزدهار لشعوبها والتغلب على المعوقات التي تقف أمام ذلك هي مسؤولية الحكومات الأفريقية في المقام الأول بلا جدال غير أن ضخامة كل من الفرص والتحديات التي تواجه القارة وشركائها الاستراتيجيين مثل الصين يفرض علينا جميعا التفكير خارج الصندوق وتبني مقاربات جديدة لتحقيق مصالحنا المشتركة وفي هذا الصدد دعوني أثمن مبادرة التنمية العالمية التي أطلقتها الصين عام 2021 التي شددت على هدف قيادة الدول النامية لعمليات التنمية الاقتصادية وفقا لأولوياتها الوطنية مع فتح باب الباب على مصر عي للاستفادة من التجربة الصينية في القضاء على الفقر وتحقيق قفزات عملاقة وسريعة على صعيد التنمية الشاملة والنهضة الاقتصادية وهو ما نتفق في مصر معه بل ويمكنني القول أن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة تتكامل مع أولويات المبادرة العالمية للتنمية وكذا مبادرة الحزام والطريق وفي هذا الصدد أود أن أعبر عن إشادة مصر بالمبادرات العشر التي أعلن عنها فخامة السيد الرئيس شي جين بينك في كلمته صباح اليوم نحو تعزيز العلاقات الصينية الأفريقية في جفة المجالات إن القارة الأفريقية في حاجة إلى شراكة حقيقية مع الصين التي نجحت في تحقيق ضفرة صناعية وهو ما يقع في إطار أهداف المنتدى الصيني الأفريقي ويتصق كذلك مع مخرجات تمت الانتحاد الأفريقي الاستثنائية للتصنيع التي عقدت في نيامي بن نيجر عام 2022 والتي جدتت التزام الانتحاد الأفريقي بتنمية وتعزيز هذا قطاع الهام ويتصق كذلك مع مبادرات الاتحاد الأفريقي ذات الصلة وعلى رأسها مبادرة تسريع التنمية الصناعية في أفريقيا أيضا على أن يتضمن ذلك العمل على رفع قدرات ومهارات العمالة ونقل الخبرات والاستفادة من الاتفاقيات التجارية المتعددة بين التجمعات الاقتصادية الأفريقية بهدف زيادة معدلات التصدير فضلا عن تحفيز القطاع العام والخاص الصيني لتوجيه مزيد من الاستثمارات الصينية إلى الدول الأفريقية لدفع جهود توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والاستفادة من القدرات الكبيرة التي تمتلكها دولنا وأيضا من خلال نقل المعرفة وتبدل الخبرات إن الحكومة المصرية تتعامل مع تطوير القطاع الصناعي باعتباره قاطرة للنمو الاقتصادي وتسعى مصر جاهدة لتعزيز البنية التحتية الصناعية وتعميق الصناعة من خلال تبني الاستراتيجية الوطنية للصناعة للنهوض بها وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وترتكز خطتنا على عدة محاور المحور الأول إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الانتاج عبر تعميق الصناعة المحور الثاني زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلي والتي يتوافر تكنولوجيا ومدخلات إنتاجها بجودة عالية وبأسعار منافسة في أصغاط التصدير المحور الثالث التوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية حيث نستهدف وصول عدد العاملين في قطاع الصناعة إلى سبعة ملايين عامل في عشرين ثلاثين وهو ضعف العدد الخالد المحور الرابع مؤكبة الانتجاهات الصناعية الحديثة ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضرات من خلال الدعم الفني للمصانع عن طريق خدمات التحول الرقمي وأنظمة الحاسب الآلي المتخصصة والروبوتات الصناعية وإطلاط منصة مصر الصناعية الرقمية لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونيا وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين لإصدار جميع أنواع التراخيص وسادات جميع الرسوم مباشرة من خلال موقع واحد ولا يفوتني أن أشيد بأوجه التعاون المختلفة بين مصر والصين في مجال الصناعة وعلى رأسها لقامة منطقة تدى في إقليم قناة السويس حيث تعد هذه المنطقة نموذج ومشروع بارس يوضح العلاقة بين استراتيجية الحزام والطريق في الصين واستراتيجية التنمية لمحور قناة السويس في مصر حيث أصبحت منطقة تدى بعد أكثر من 16 عام من التطوير والبناء منصة مهمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين حيث ساهمت هذه المنطقة حتى نهاية شهر يوليو الماضي في جذب نحو 170 شركة مستثمرة في العديد من القطاعات الصناعية المتنوعة ومنها ما يتعلق بخطع قيار السيارات ومواد البناء والمنسوجات والصناعات الكيموية والأجهزة الكهربائية وتصنيع الماكينات وقد تجاوز حجم الاستثمار الفعلي 3 مليار دولار فيما بلغ حجم المبيعات أكثر من 5 مليارات دولار وساهمت المنطقة في توفير أكثر من 10 ألاف فرصة عمل بشكل مباشر وأكثر من 80 ألف فرصة عمل غير مباشرة بالإضافة إلى المئات من الشركات الصينية العاملة التي تتمتع بالمزايا التي وفرها الحكومة المصرية في كل المجالات السيدات والسادة إن تحديث الزراعة لا يقل أهمية عن تحديث الصناعة لتحقيق أمن شعوبنا الغذائي وهي إشكالية مركبة يتعلق الشق الأول منها بالتحديات التي تواجهنا في النفاذ إلى السلع الغذائية والأسمدة بسبب تزبز سلاسل الإمداد العالمية واضطراب مسارات الشحن وتأثر إنتاجية القطاع الزراعي في العديد من الدول النامية بتداعيات تغير المناخ أما الشق الثاني فيتعلق بتحدي التمويل الذي تعاني منه الدول النامية المستورد الصافي للغذاء على وجه الخصوص منها مصر إثر ارتفاع فطورة الاستيراد بالنسبة لها في ظل القفزة القياسية التي شهدتها الأسعار العالمية للسلع الزراعية الاستراتيجية في السنوات الأخيرة بالإضافة إلى ذلك تمثل الزراعة حجر الأساس لاقتصاديات العديد من الدول الأفريقية بما يمثل أكثر من 25% من الناتج المحلي الإجمالي للقار وعلى الرغم من أن أفريقيا تمتلك أكبر مساحة من الأراضي الصالحة للزراعة وبالرغم من ذلك فإن نسبة السكان الذين يواجهون الجوع في أفريقيا تستمر في الارتفاع حتى تعدت العشرين في المائة من إجمال سكان القار ومن هنا تبرز أهمية تحديث الزراعة لمواكبة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها القارة الإفريقية والتي تعد الأكثر عرضة للتغيرات السلبية لتغير المناخ وتسعى مصر للتعزيز الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة التي يقدمها الجانب الصيني من خلال الحصول على الدعم الفني والتكنولوجي وتبادل الخبرات خاصة في مجالات الغابات ومكافحة التصحر والمحاصيل المقاومة للجفاف وإدارة الموارد المائية ونظم الرأي الحديثة السيدات والسادة إن إشكالية نظرة المياه التي تؤثر على 2.5 مليار نسمة في العالم يتطلب جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية لتطوير قطاع الزراعة بالدول النامية وتيسير نقل التكنولوجيا وتوطينها وبناء القدرات وتحسين البنية التحتية في المناطق الريفية واستحداث أسليب الزراعة ونظم الرأي المستدامة وتقليل الفاقد من الإنتاج الزراعي لتحقيق المستوى الآمن من الاكتفاء الزاتي وأخيرا وليس آخرا فإن تنامي تداعيات تغير المناخ يمثل تهديدا وجوديا على المدى الطويل ويعمق من تحديات أمن الغذاء ومتطلبات النموض بقطاع الزراعة في الدول النامية مما يقتد التعامل مع هذا التحدي من منظور تنموي واجتماعي شامل وهو ما دعت مصر لتحقيقه خلال استضافتها للمؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف بالاتفاقية الإطارية لتغير المناخ كوب 27 والذي أطلق عليه مؤتمر التنفيذ وتضمن باعتماد القرار الخاص بالعمل المشترك لتنفيذ العمل المناخي الخاص بالزراعة والأمن الغذائي ولا يخف عليكم كذلك في إطار الرؤية المتكملة التي يتعي أن نتبناها جميعا الرابط الهام بين المناخ والسلم والأمن وتدعيات التضهور المناخي على التنمية ورخاء والسقرار الشعوب وازدهارها ومن هنا تأتي أهمية دعم الشركاء فنيا وماليا للمبادرات الأفريقية ذات الصلة وعلى رأسها مبادرة الاستجابة المناخية من أجل استدامة السلام CRSP وفي هذا الصدر تضع مصر مسألة مسألة الحفاظ على البيئة في صدارة أولوياتها وتحتل التنمية الخضراء موقع الصدارة على أجنتة التنمية المستدامة من خلال رؤية 2030 وتؤكد مصر في هذا الصدر اهتمامها بالتعاون مع الصدر من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار في مجالات التنمية الخضراء والمنخفضة الكربون وانتهاز فرصة التحول العالمي للطاقة لإيجاد نقاط جديدة للنمو في مجال التنمية الخضراء وتعميق التواصل والتعاون في مجال الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة ويتعين في هذا الصدر العمل على سرعة تفعيل مركز التميز التابع لوكالة اتحاد الأفريقي للتنمية النيباد لمواجهة التغيرات المناخية الذي تستضيفه مصر ودعمه حتى يتمكن من مساعدة الدول الافريقية على مواجهة تأثيرات تغير المناخ السيدات والسادة في ختام كلمتي فإننا على يقين أن البرامج والتعهدات الجديدة التي أعلن عنها فخامة السيد الرئيس شي جين بينك اليوم سوف تساهم في تعزيز الشراكة الصينية الأفريقية في مختلف المجالات بما يساعد في دفع جهود تحقيق التنمية الشاملة في أفريقيا وإن مصر عازمة على استمرار التعاون والتنسيق المشترك مع الصين وأشقائنا في الدول الأفريقية من أجل تنفيذ مخرجات الدورة التاسعة لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي في بيكين بما يسهم في تعزيز الارتقاء بمستوى العلاقات الصينية الأفريقية وتلبية تطلعات الشعوب الأفريقية نحو تحقيق التنمية والإزدهار والسلام والاستقرار شكراً لكم جميعاً شكراً شكراً